بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله عليه وسلم أبو سلم سيدنا محمد وعلى أقل وصحبه وسلم أجمعين معكم أخبه معظم مرسل أحمد لعمل شرحات الخارصانة والطربة أتمنى لكم تدرون على اليوتيوب لأنك تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة لعمل شرحات الخارصانة والطربة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة أحنا عملناها وأرجو من حضرتكم بالفعضين وأنا تمنى أن نرى فاند وحنا تعالى أن نحن لبنى من دولة إن شاء الله هتنزل لكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله كمان في التربة اللي أقول عليها التربة المتماسكة تربة يعني متماسكة المتماسكة أننا ممكن أشكلها بيكون محتوظة بكمية مية بتاعتها وهي لدينا كل ما المية اللي فيها يدين التماسك بتاعها كل ما المية اللي من العينة ديت أو التربة ديت أو الخامة ديت بيزيد التماسك بتاعك وفيه كمان التربة الغير متماسكة هي عكس المتماسكة وليات ما تلقش تشكلها مهما تديها مية برضو ما تلقش تشكلها وتفعلوا المعاقل فيه هنا فيديو معانا صغير هنبين فيه أو نعرف فيه أنواع التربة اللي احنا اتكلمنا عليها في المقدمة دلوقتي احنا قلنا فيه تربة بتبدأ يعني بأحجام كبيرة تكون بزيد أكثر من 20 سنطل لغاية التربة اللي احنا يمكن بمشوفهش بالنظر ونجيب عن طائل اختبار الهيدروموتر اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل له فيديو خاص باختبار الهيدروموتر انا بدينا فكرة عامة على التربة فكرة عامة على التربة ديت مقاسات لها هي ديت تقريبا كسر حجر وديت شوف النعومة بتاعتها عاملة ازاي هيت يعني بدل ما اجيب صور وحاجات من دي اللي احنا قلنا هصور الحاجات ديت شوف التربة راجل بيقلب فيها ازاي ودرجة نعومتها دي انها من اعمل على الاختبارات وهنجريها مع بعض شوف يعني مقاس صايز وهو تقريب بدل اكتر من 2 ملي فالتربة زي بقول لحضرتكم مقاسات لغاية ما بتوصل حتى اكتر من 20 سنتي انا ممكن حتى في بعض انواع التربة بنعمل لها اختبارات عن طريق الاوزار وليس عن طريق المقاسات اللي هقول عليها الربراب او الحجر وده ان شاء الله برضو هنعمل لها اختبارات لوحدها اللي هي اختبارات الربراب او اختبارات الحجر شوف الطينة حتى او الطين او السلت او الكلي دوت اللي يقول علي دوت لما بيجي يتماسك مع بعضش عمل اشوف الشروخ دي برضو هنعمل عليه اختبارات ونجيب التدرج والحبابي بتاعها بطريقة الهادرومطار او بطريقة السبات شوف برضو الراجل دورينا اشكال الطربة طبعا ان انتوا قريتوا الكتب هتلاقي في صور فوتوغرافية بس انا حبيت اه يعني اخليك تعيش الجو بتاع الطربة نفسها عاملة ازاي اللي هي جاة من الطبيعة بقول عليها باللغة بتاعتنا جاة عبالها ودي طربة متماسكة هي شوف شكلها عامل ازاي لما اضاف عليها ماء مية شوفها بس يعني التماسك بتاعها ازاي نقدر نجيب المنشر بتاعها ونقدر نجيب الانتصاص ونقدر نجيب الوزن النوعي ونقدر نجيب الوزن الحجمي بتاعها كمان كل دوت ان شاء الله هنعملوا اختبارات مستقلة لكن احنا قلنا ان الحلقة دي هتكون خاصة ان احنا بتكلم على الطربة في حد ذاتها ايه هي الطربة احنا بالعرب الناس برضو شكل من اشكال الطربة اول برضو اه بنشوفه مع بعض اهو شوف ادي مقاسة اهو انت تريبا دي بكنا هي من حوالي اربعة سنتي تريبا انا وخمسة سنتي يعني هيبدأ مما يكون سبعة وتلاتية ونص انت لو فصلت الكمية الطربة اللي مع الراجل دي هتلاقيها وصلت لغاية اه بونت او خمسة وسبعين وما هو بعد بونت او خمسة وسبعين اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الجناديشن بتاعه. يعني بي اقصد لحضرتك الطربة لما تجيلك المعمل هتلاقيها باشكال مختلفة هتلاقيها باشكال مختلفة يا اما نعمة يا اما خشنة يا اما متوسطة خشونة احنا قلنا الضربة الخشنة دي اتفيه منها اللي هو احجام كبيرة وفيه متوسطة وفيه ناعم وبرضو اللي هي النعمة في منها خشنة وفيه نعمة وفيه متوسطة وهكده بالنسبة لانواع الطربة كلها. انا برضو يعني الحاجات دي يعني في صور صورناها في المحاجر. شوف يعني بص. شوف الطربة نعمل ازاي وفي حاجر قده? كل ده برضو هتعمل له تدرج حبيبي. وهنطلع منه مع بعض السي سي والسي يو. يعني هنطلع معامل التدرج. وهنطلع كل حاجة ان شاء الله. بالمناسبة برضو احنا معنا الكود اللي احنا بتكلم من خلاله هو الكود البريطاني او الكود الامريكي الاي اس تي ام دي الفين ربعمية سبعة وتمانين. ده بيتكلم على او على التصنيف بتاع الطربة كلها بحد ذاتها. واحنا لو فتحنا المواصمة من جوة اه هنلاقي ازاي هو اه مقسم الطربة لشرائح او مقسمها لاقزام. اه انا برضو بقول لحضرتك انت كراجل الشغال في معمال انت يهمك الحاجات اللي فيها عملي اكتر منها اه اكاديمي بتاعت الناس المهندسين المتخصصين في الحاجة اللي دي. هنبتع المواصمة من جوة ونشوف اه ايه الحاجات اللي اتهمنا احنا كناس فانيين. اه كود من جوة هتلاقي فيه مكتوب هنا في مكتوب اللي هو اللي هو الاكواد اللي هو اتكلم من خلالها او جمعها كلها في المواصمة اللي احنا بتتكلم من خلالها دي. يعني هتلاقي مسلا سي اه مئة وسبعة عشر ومئة ستلاتين وهتلاقي مواصفات كتير جدا ديت اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله هنعملها في اختبارات لوحدها منفصلة هنا في جدول الراجل ظهر في المواصفة في الصفحة التالتة بيقسم الطربة لأقسام امتى نقول عليها انها هي كرس او نقول عليها اللي هي الفاين لو هو اشتغل على نظام المناخ اللي هو هنا معتمد على الباص والمحجوز من المنخل اللي احنا برضو هنعمله اختبار لوحده برضو في تيبل تاني الراجل ظهر هوت اه برضو بتكلب ان احنا هنصنف التربة من خلال اه اختبار لو حد السيولة وحد اللي دولة اللي هو برضو هادي الجدول هوت اه انك انت هتسمي التربة ازاي وتقدر انا اقول في مقدمة في ناس فانيين ما شاء الله حسن من رأب كتير جدا بيقدر يحكم على التربة عن طريق النظر او حتى درجة ان هو ممكن يجم التربة ويقدر يدي مسمى ليها يعني ونتمنى ان احنا نوصل للمكانة دي اتا. دوت هتلاقيه جدول بيتكلم على لما نيجي نعمل ليكوتوبلاستيك هتطلع من له ازاي اه من خلال الكيرت وده برضو هتعمل له حلقة بالتفصيل عشان نقدر نستوع بالاختبار مع بعض. ده مجرد توصيف للشكل التربة اللي احنا هجلنا من الموقع طيب. لو انا رفت انك العيلات ذي هذه هجي لحجم الاتنين. لما يجي من العيلات من الموقع او الناس اللي تجي من العيلات بجي لحجم الاتنين. اما عينا بتيجي من الحفرة هي اما عينا بتيجي عن طريق استوارها تقول لها الجسة. يعني بفينا تقول لها الجسات. طرع ترع مسكة نفسها. طيب. الطربة اللي اخل ما انك جدتها من الموقع وكل لا الوقت ليس مطللش من موقع. الفترة اللي هي مبينة. اخذ الموقع وصولها للمعمل عشان اجل عنها اختبارات. هتلعارض ضلوب جوية ممكن يكون سبب من اسباب ان هي بتخلي المياه نكلاح ظهر. والله المياه اللي بروها مهمة بالنسبة لي. عشان كده لازم حفظ العينة. طبعا العينة لازم ان انا احطها في كيس بلاستيك مقفول جميل جدا. ويفضل كمان ان العينات ديت ان احنا نشحمها بالشمع اللي هو الشمع السائب وده موجود في اي مكان. بتظهر موجود فيها العينة اكتر من مرة لغاية ما تكون طبقة بالشمع عليها في حدود يعني مليومص عشان تمنع اي هروب حبيبات اي هروب موية من جسم العينة. بقى جاءت خطها في كياس بلاستيك وتبتدي انقلها من الموقع متاعك لغاية المعمل. وتشوفها هيتم عليه. الافضل ان يتم الاختبارات فورية. انا المشروع محتاج الاختبارات ضروري جدا. يبقى تعمل اختبارات فورية في وجود الراجل المسؤول معك وتشوف ايه المقلوب من الاختبار لكن في امور بتحكم ان الاختبارات دي بتخزن بغاية ما عاد اختبارها. عشان كده لازم الحرز بتاع العينة يتم بطريقة سليمة علشان ما يدكاش نتائج مختلفة جدا. وميجي زميل تاني يعمل اختبارات على اي عين بطلبة يجيب نتائج مختلفة. يبقى كده بأكد ان انت عملت الاختبار بلط بسبب سوق التخزين. عشان كده لازم اخذن العينة في مكان محفوظ محفوظ اي حرارة. بالاضافة ان المكان هو الروطوبة بتاعته المناسب اللي انا عمل في الاختبار هو مطلوب من ايه. بالمناسبة الاختبارات اللي انا ان شاء الله هتتعمل على الطلبة طبعا لا تعد لكن انا هنشاء الله سنعمل كل الاختبارات التي هتهم الراجل من نعمل بداية من ان شاء الله الذي هو القدر والحبابي او السيد وبعد كده نعمل واخترين الاختبارات المختلفة مثل الهاجر ومطرد ودن نوعي، نشوف المودة العروية التي فيها نشوف نسبة الفاين، نشوف نسبة التحميل بتاعها ان شاء الله سنعمل كل الاختبارات التي هتفصل الراجل معها دي كده كانت اعتبرها انا او ان اعتبرها لكم ان دي كانت مقدمة عن التربة وعن معها وازاي اصنفها قبل ما اقوش في الاختبار متاعك وبكده اتمنى ان انا اكون وفقت واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بخباري لعمل شروعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته